انتخاب الأنبى أنتونيوس رئيسا عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية في مجلس كنائس الشرق الأوسط أصدقائي المتابعين أهلا بيكم بالفيديو جديد على القناة وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بالنزل قام مجلس كنائس الشرق الأوسط بانتخاب نيافة الحبر الجليل الأنبى أنتونيوس مطران الكرس الأرشاليم والشرق الأدنى رئيسا لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية ومجلس كنائس الشرق الأوسط هو رابطة من الكنائس التي تؤمن بما جاء في قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النقاوي القسطنطيني وتسعى هذه الكنائس معا لتحقيق دعوتها المشتركة لمجد الله الواحد المثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس ويستمد المجلس صلاحياته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة ويضم في عضوياته العائلات الكنسية الأربع العائلة الأرثوذكسية الشرقية وهي الكنيسة القدية الأرثوذكسية وكنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للسوريان الأرثوذكس والكنيسة الأرمينية الرسولية وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974 والعائلة الأرثوذكسية كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس وكنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس وكنيسة الروم الأرثوذكس في قبرص وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974 والعائلة الإنجيلية التي تضم السنودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان والاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان والكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط والكنيسة الإنجيلية اللوثارية في الأردن والأراضي المقدسة وسنودس النيل الإنجيلي لمصر والكنيسة الأسقفية بالسودان والكنيسة الإنجيلية بالسودان والكنيسة المشيخية بالسودان والكنيسة الإنجلية الوطنية في الكويت والكنيسة البروتستانتية في الجزائر وهذه الكنائس عضو مؤسس منذ عام 1974 وعن العائلة الكاثوليكية في عام 1990 اكتمل هذا الماجلس المسكوني بعضوية العائلة الكاثوليكية وتضم البطرياركات السبع في الشرق الأوسط وهم الكنيسة الأنطقية السريانية المارونية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك وكنيسة الأقباط الكاثوليك وكنيسة السوريان الكاثوليك وكنيسة بابل للكلدان وكنيسة اللاتين في القدس وكنيسة الأرمن الكاثوليك وقد انضمت للمجلس في الجمعية العامة الخامسة التي عقدت في عام 1990 وعن هدف المجلس وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للمجلس فإن هدفه هو تعميق الشركة الروحية بين كنائس الشرق الأوسط وتوحيد كلمتها وجهودها إسهاما في العمل من أجل وحدة الكنائس وتأدية لشهادة إنجلية حية تهدف إلى نشر رسالة الخلاص والمصالحة بالرب يسوع المسيح والمحبة والسلام والعدالة في المنطقة وبين شعوبها أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء